طيب قبل ما نتكلم عن كل الأمور اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم وقبل ما نشوف أي حاجة وقبل ما نتكلم عن أداء النادي الأهلي في هذه المباريات وعن ماذا حدث خلال الأربعة يام اللي فاتوا مهم جدا أننا سمى حضراتكم تصريح قاله كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز قال تصريح مهم جدا خلينا اسمعوا طبعا من خلال قناة النادي الأهلي خلينا نسمع هذا التصريح لأننا هنبني عليه أشياء كثيرة جدا نسمع هذا التصريح ونرجع نكمل مع حضراتكم فترة اللي جاية الحقيقة مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي لابد يكون فيه دعم كبير جدا لمرحلة لأنه فيه أمل كبير حتى آخر دي فيه بطولة الدورة العام فيه أمل لفريقا أنت لسا بقول لك فاضل أربع مباريات أربع مباريات فيها كتير جدا جدا من المفاجهات يمكن يعني لو فيه حد ممكن تتكلم معه هو نفسك أنت فيه فيه فترات كتيرة جدا فقد نفها نقاط ما كانت شامفة أننا نفقدها خالص سنة دي لكن هذه كورة يعني زي ما بتغيب ممكن ترجع لك فوضع طبيعي جدا أنت تعمل مهم أنت تمشي في الطريق بتاعك هنمشي في الطريق ده هنكملهم بإذن الله تعالى وإن شاء الرحمن ممكن المباراة المتلاحقة والقريبة من بعض دي تبقى فيها حاجات كتير المهم أنت تكمل في طريق أنت الدوافع موجودة يا سيد بالتأكيد لكن مردود الجلسة مع كابت المحمود الخطير بوصلت للعيبة إزاي مع فريق النديل يعني زي ما أنا بقولت في الأول والآخر مباراة متلاحقة جدا جدا يعني وارع بعض بشكل كبير أوي إحنا خدنا الكسافة الأعلى في كل حاجة وإنا يمكن قلنا ونبهنا في شهر رمضان إحنا نفقدنا عشر نقاط في شهر عشر جملة من سموحة والزبالك والمحلة والجهنة لو تفتكر بعضنا في عدد أيام ما فيش فرقة في العالم لعبتها خلص يعني ومنكمل برضو لحد الوقت بنفس النهج يعني مش وقته الكلام ده خلص يعني لكن في النهاية يعني بقوا مع ذلك ما ما بديش مبر لو في أي حاجة في الأول في الأول والآخر بها بتلوم نفسك يعني لكن أنا مصمم أن ممكن كرة القدم فيها تلتمائة وستين دي أزي ما قلت فيها أربع مباريات بتحمل كتير جدا من المفاجآت والأفعال يعني خلينا بس إنه مش في طريقنا عندنا مش هوري يوم الثلاث مع نعطلاء الجهيش ثم المصري ثم الجونة وبعد كده هنختم بأسوال كابتسان عبد الحفيز قال كلمة مهمة جدا لا تلومنا إلا نفسك هو فعلا إحنا لن نلوم إلا أنفسنا كجمهور وكإعلام وكجهاز فني وكلاعبين كل حد كل المجموعة كل المنظومة الحقيقة محدش هيلوم حد غير نفسنا إحنا دايما كده إحنا كأهلوية متعودين على كده إن إحنا لما يحصل أي حاجة ما بنبصش للجنبنا أو ما بنبصش للورانا أنا آسف للورانا مش للجنبنا ما بنبصش للورانا لأن اللورانا بعيد جدا 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 عن إن إحنا نبصله صدقوني يا جماعة مش عايزين حد ياخدنا لسكة إن إحنا بنتنافس مع حد خالص إحنا بنتنافس مع أنفسنا ومع ريال مدريد مع أنفسنا ومع ريال مدريد بابنتنافس مع حد تالي صدقوني يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله لكم ده لأنه حضراتكم عارفين قبل مني وأنا تعلمت الكلام ده من جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي دايما بيخلينا نبص الأدام عمرنا ما بنبص الورى عمرنا ما بنبص الورى لأنه ورى ده بعيد بعيد خالص مش قريب يعني مش قريب منك حتى ضعفين أو ثلاث أضعاف فانت لما تيجي تبص لازم تبص اللي قدامك عشان طموحك يوصل اللي انت عايزه